تهدف مبادرة الجيل الجديد إلى بناء أجيال من قاتل المناطق الحضرية الجديدة على حب الوطن والفخر بالإنجازات التي يزخر بها وترائم عالمه وتاريخه التي تحرص وزارة الداخلية على أن يتعرف عليها ويتباه بها بل ويسهم مستقبلا في مسيرة البناء والتنبية الملتقى الخامس لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة استضافته السويس، أرض الصمود والبطولات على مر التاريخ إحدى بوابات مصر الشرقية التي تفوح من رمالها دماء الشهداء وتتميز بتعدد الموانئ ووجود الصناعات البترولية وذلك في إطار مبادرة الجيل الجديد برعاية رئيس الجمهورية بعدما حققت المبادرة من نجاحات في مراحلها السابقة في تعريفهم بمعالم وإنجازات الوطن والتي تأتي استمرارا لدور وزارة الداخلية الفاعل في الاهتمام بهم والارتقاء بثقافتهم وتعمق الانتماء الوطني لديهم تم استحاب الشباب في جولة تشمل معالم مدينة السويس المتنوعة وفي مقدمتها النصب التذكاري الذي يخلي الذكرى الشهداء انطلقوا بعدها إلى ممشى أهل السويس بطبيعة الساحرة كأحد المقاصد الترفيهية لأهالي المدينة والتي أنشأتها الدولة حديثا في إطار تطويرها واستمتع الشباب بزيارة كورنيش قناة السويس والتي تخلى لها مشاهداتهم لإحدى النقاط التي عبر منها الجيش المصري وقام بتدمير خط برليف في انتصار أكتوبر العظيم منطقة اللسان كتأحدى نقاط العبور القوية اللي قواتنا المسلحة عبرت في خلال ساعات أربع خمس ساعات وعدتوا النحية التانية تحية كبيرة لقواتنا المسلحة الباسلة اللي هي بتحفظ مصر في كل وقت كما قاموا بزيارة المتحف الأثري بالسويس كأحد الإنجازات على مر الأجيال التي سطرها المصريون بسواعدهم قديما وحديثا طبعا احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الأهدافها قدرت أن هي توصل لمحافظات بصر وبنشكر جهود وزارة الداخلية في أن هما بيقدروا أن هما يعملوا تواصل ما بين الأولاد دول والأماكن الثقافية أنا شفت أثار بلدنا وحاجات أنا ما كنتش عارفها وتواروا من تفكيري وأنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ليه جد مبسوطة جدا لأن أعرفت معلومات كثيرة جدا عن المصر القديم وقارتها بنفسي وكمان شرحونا واستفدنا معلومات كثيرة جدا تضمنت فعليات الملتقى في شقه الثقافي توزيع قصة بعنوان أنت البطل والتي تؤكد على أن البطولة الحقيقية في نفع الإنسان لنفسه وأصدقائه وبلده وأسرته ونشر الطاقة الإيجابية والسعي لتحقيق الحلم وهذه القصة كانت محور نقاش وتفاعل في إحدى المحاضرات أي حلم كان بدايته فكرة وانت كنته الفكرة فكرة البلد تكبر عشان كده خدناكوا في كل الملتقيات والنهار ده بنكمل ده وبنفرقكم على المشاريع القومية المشروعات القومية اللي بتقابلنا المشروعات دي بتاعتك انت اللي هيحافظ عليها كثة دي أعلمتني اللي لازم أن يبقى عندي هدف ولو ما عنديش هدف أحلم وأسعى واكتهد لغاية لما أوصل لحلمي كثة دي كمان علمتني أنه ما كانت المشاكل أو الصعوبات اللي هتواجهني في تحقيق الهدف لازم أتجنبها وتخطى عشان أوصل الهدف وهي دي البطولة الحقيقة حرصت وزارة الداخلية على استحاب هؤلاء الشباب إلى مبنى الهيئة الاقتصادية للعين السخنة حيث تم تعرفهم بالإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في ظل المناخ الجاذب لهذه الاستثمارات اسم إبراهيم حسن إبراهيم من حي أهلنا واحد وعايز أعرف إن تشمعنا اخترت المنطقة دي بالذات عشان تبنوا فيها هذه المصانع قناة السويس دي قلنا بيعدي منها كل سنة قد إيه 26 ألف سفينة هل نسيبهم يعدوا وخلاص ولا نعمل مصانع في المنطقة اللي حوالين قناة السويس وننميها بدل ما هي صحرة ونعمل استثمارات ونشغل الناس ونجيب دخل أجنبي من برة ويبعطيها عندنا صادرات أكتر من الواردات الكلام ده متوفر عندنا في المنطقة الاقتصادية إن إحنا منطقة بتاعتنا 455 كيلومتر مربع عندنا من أول ميناء السكنة لحد بورسعين كل قناة السويس في حضن الهيئة الاقتصادية اللي شفناه النهاردة عرفنا قد إيه إن كان مهم إن يكون عندنا قناة السويس الجديدة تضمنت فعاليات الملتقة جولة للطلائع داخل منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري المصرية الصينية تيدا مصر وهي نموذج للتعاون المشترك بين البلدين في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات أشكر كثير للوزارة الداخلية يعطينا الفرصة لتعرف المنطقة تيدا لشباب المصرية يعني المنطقة تيدا تعاوني هو نموذج تعاوني بين همانتين حكومة السينية ومصر ولأن المنطقة لديها إمكانات تصناعية واقتصادية وعيدة وبها العديد من الصناعات فقد قام الشباب بجولة داخل مصنع جوشي مصر للألياف الزجاجية والتي تجسد أليات توطين الصناع ونقل التكنولوجيا التي تحرص عليها مصر نشكر وزارة الداخلية والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشريفه تنظيم هذه الزيارة لنا وده بيتيح الفرصة للأفراد مهنة كان أعمارهم مختلفة إنهم يعرفوا مدى التطور التكنولوجي والصناعي اللي وصلت لي الدولة حاليا شفنا شركات كبيرة وشفنا شركات المصانع تفيد مصر وتفيد اقتصاد بعد مصر وبجد إحنا فخورين جدا اللي إحنا يعني لنا وفيه شرب كبير اللي إحنا في مصر في حاجات كده وجولة أخرى بمصنع معيدية إيجيبت وهي مشروعات قومية لتعريف هذه الأجيال بما تتمتع به مصر من إمكانات تصنعية كبيرة ذات أهمية للاقتصاد الوطني فخور جدا إن إحنا بدأنا نسد الفجوة ما بين أسئلة الشباب اليومين دول والأطفال البلد بتعمل إيه وما بين إن إحنا نجيبهم على أرض الواقع يشوفوا زي ما عبرنا عشان نحفز على الأرض عبرنا كمان عجور اقتصادي عشان بلدنا دي هتبقى في حتة تاني وشملت الجولة منطقة مبنى موانئ دبي العالمية داخل ميناء العين السخنة حيث قاموا بجولة داخل الميناء للتعرف على طبيعة عمله وأهميات الاقتصادية والذي يمثل انعكاسا للمناخ الجاذب للسصمار الذي تنعم به مصر اللي بيحصل النهاردة في مصر شيء يعني جديد من نوعه احنا ما بقناش بس بنبني حجر ولا صخر ولا مباني احنا بنبني بنا قدمين وبنبدأ من الطفل التربية الصحة والتعليم الصحة هو اللي بيطلع أصص صحيحة ودولة صحيحة نشكر مبادرة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة الجميلة والراعة لتكوين الشباب مبادرة جيل جديد والحمد لله احنا في مواند دبي حبينا الفكرة هاي والدعم من رئيس المجموعة الأخ سلطان بن سليم ان نطور الشباب وكيف نقدر نتعاون مع المبادرة هاي ونطور الشباب ويكونون ان شاء الله جيل قوي وحاضر يبني مستقبل مصر في المستقبل الجديد كما تم تنظيم محاضرة لهم لشرح أبعاد عمل الميناء ودوره المهم في تدول حركة الحاويات والبضائع وخلال فيديو موجه من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية أسنع على المبادرة التي تعد استثمارا في شباب مصر كما عبر عن فخر المجموعة بالتعاون مع مصر ودعمها لتكون مركزا للتصنيع بالمنطقة أتقدم بجزيز الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لدعمه ورعاية الكريمة لمبادرة كلنا واحد وإلى وزارة الداخلية على هذه الدعمة الطيبة ويصعدني أعلن اليوم أن سنقدم منحا دراسية جامعية لأفضل عشر طلاب من أبناء المبادرات الجديدة جيل جديد ومن خلال هذه المنحة الدراسية ستقوم مجموعة مواني جبال عالمية برعاية هؤلاء الطلاب في الجامعة وتسوير من فرص التدريبية برعاية تخرجهم باسمي وباسم زملائي في مبادرة جيل جديد أتوجه بالشكر لحضراتكم على حفاوة الاستقبال اليوم للمبادرة التي تنظمها وزارة الداخلية بالرعاية كريمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإن شاء الله نكون كلنا واحد في جيل جديد وتم توزيع هداتة كارية من المجموعة على الشباب أنا كل مرة ببقى حارسي أن أشارك في المبادرة لأن بشوف فيها مصانع ضخمة وطرق وكباري المرة دي في السويس أنا شفت مصانع وشفت مواني وشفت شركات بتقولي أن مصر يبقى لها مستقبل كبير وإحنا يبقى لنا دور في المستقبل ده وإن شاء الله هنحافظ عليه وراية رف رف جوه وقلوب نوفيد النصر بكرا نضحي على شم نصر ونوفق منها طول العام على همش الملطقة تم تنظيم محاضرات تثقفية للشباب حول أهمية المشروعات القومية التي قاموا بزيارتها وتعريف الأجيال الجديدة بها وكيفية الحفاظ على هذه الإنجازات إيه أهمية المشروعات القومية اللي هنشوفها في مصر الدولة المصرية بتكتب بحروف من دهب قصة نجاح المشروعات القومية اللي هتنقل الدولة من مكان لمكان إن شاء الله أكبر وأكبر وتبعى مصر أم الدنيا وعد الدنيا بيشوفوا إنجاز بلادهم في التاريخ وبيشوفوا إنجاز بلادهم في الحقيقة العصر اللي هم عايشين فيه لأنه هم حيشيلوا مسؤولية حماية الإنجازات دي في ختام الملتقة تم تنظيم حفلة طرفيهية للمشاركين فيه من شباب المناطق الحضرية الجديدة عيشي يا بلدي تعيشي ولدك وناس اكتهب راملك وطينك تهب عينبك وبلح اكتهب خمارك في الشمس اكتهب عينبك وبلح اكتهب يا بلدنا عمارك في جنسي تهب يا بلدنا يا بلدنا